شيخ أزهري حليق يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل بنفسه وبالأنبياء الذين كانوا قبله بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذا شيخ أزهري حليق اللحية يتكلم عن التوسل ويقول التوسل مشروع في دين الله سبحانه وتعالى نسمع كلامه كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا هذا حديث أو أثر عن عمر رضي الله عنه لما أجدبت الأرض في زمانهم فدعوا في يعني قال هذا الكلام في الاستسقاء كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك العباس فسقينا يجي المعترض بعد ما اطلع له الدليل ويلاقيك مذاكر لا مذاكر جيدا ما شاء الله عليك لكن أنت لماذا لم تذاكر أنه في لفظ الحديث في رواية الحديث الأخرى بيّن كيفية التوسل هذا فقال للعباس قم يا عباس فاستسقي لنا أو فدعوا لنا عفوا قم فدعوا يا عباس أمر العباس بأن يدعوه فإذا توسله بالعباس بأن طلب من العباس أن يدعوه وليس قال يا ربي بجاه العباس يقول لك أصل النبي مات فهو ما توسلش به طب ما أنت من شوية كنت بتقول ما فيش توسل من الذي قال لا يوجد توسل؟ كل عبادتنا لله هي توسل هي ابتغاء وسيلة لله سبحانه وتعالى لنقترب إليه ولكي يحبنا ولكي يرضى عنا ولكي يدخلنا الجنة كل عبادتنا لله توسل لكن نحن ننكر هذا البدعة هذه التي أتيتم بها أن تقولوا يا ربي بجاه فلا وهذا غير داخل في حديث عمر في أثري عمر أساسا دلوقتي بقى فيه توسل بالحي يعني أنت موافق على التوسل بالحي كلنا إيش 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 لحظة يسكت يسكت لا والله ما نسكت لأننا كلنا كل المسلمين يقول واحد لغيره ادعو لنا استغفر لنا وهذه في القرآن يا أبانا استغفر لنا فما في أحد ينكر هذا كذلك عمر رضي الله عنه قال للعباس رضي الله عنه ادعو لنا طيب إي رأيك إن النبي توسل بحي وميت زوجة عم النبي بالله بس شوف كيف يعرضها يعني كيف تعبير وجهه أنه جاب لك المسألة يعني بقوة طيب إي رأيك إن النبي توسل بحي وميت طيب هو الآن سيأتي بها بماذا سيأتي زوجة عم النبي السيدة فاطمة بنت أسد أم سيدنا الإمام علي ماتت وبلغ ذلك النبي ووقف على قبرها وتوجه إلى الله وقال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك سمعان شاخو عليها قال الله جاب لهم الدليل القوي يتوسل بنفسي اللهم إني أتوسل إليك بنبيك والأنبياء من قبلي أن تغفر لأمي بعد أمي فاطمة بنت أسد اللهم أغفر لها ووسع لها في قبرها أتاك بالحديث الذي يثبت هذه المسألة إبا في توسل بميت ولا لا دا سيدنا النبي مش توسل بالأنبياء الأموات أو المنتقلين بس دا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توسل بكل أحد وتوسل بكل عبد يرفع يديه إلى السماء طيب هو قبل قليل يقول لك لما أكلم الوهابي يسكت ولهذا أنا لن أجيب فعليا لن أجيب من عندي يعني وإنما سأتي بجواب جاهز جواب من الكتب من كتب الوهابية الذين أنتم تسمونهم وهابية حتى نرى هل هو كذب على الناس فقال الوهابية سكتوا يسكتون أم يعني أم فعلا سكتوا ولأري الأزاهر هؤلاء الذين يجلسون والله في ناس منهم يعني قلوبهم طيبة وكذا ويريدون الحق لكن عندما يضلهم هؤلاء يقول لك الوهابي يسكت وجبت له الدليل وكذا طيب الدليل الذي أتى به من أين من معجم الطبراني هذا المعجم الأوسط الجزء الأول الحديث رقم 189 بإسناده فلما فرغ يعني تكلم عن موتها رحمة الله عليها قال فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتجع فيه يعني في القبر وقال اللهم الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين إذن دليل صحيح يعني كيف تردونه يا وهابية طور من الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط ماذا قال عنه الطبراني قال لم يروي هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا سفيان الثوري تفرد به روح بن صلاح هنا الإسناد قال حدثنا أحمد بن حمد بن زغبة قال حدثنا روح بن صلاح قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك سفيان الثوري تلاميذه يملؤون الدنيا من الثقات ومن الذين أخذوا عنه حديثه ورواه ورواه روا حديث سفيان الثوري الحديث التي يرويها سفيان الثوري تلاميذه المختصين به اللاصيقين به رواه هذه الأحاديث وتلقاها عنهم الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وذن ماجة وأبو داود والترمذي والنساء هؤلاء يتلقوا حديث سفيان الثوري يعني التي يرويها سفيان الثوري عن تلاميذه ما رواه هذا عندما رواه الطبراني قال ما جاء إلا من طريق سفيان الثوري وما رواه عن سفيان الثوري إلا روح هنا روح بن صلاح إذن ما في حد في الدنيا رواه هذا الحديث إلا روح بن صلاح عن سفيان الثوري فلن آتيك الآن أنا بما يتعلق بروح بن صلاح قلت لك سآتيك من كتب الذين يسمونهم وهابية لأن يقول لك الوهابية سكتوا هذا كتاب الصواعق المرسلة الشهابية على شبه الضاحظة الشامية تأليف العالم العلامة تأليف شيخ سليمان بن سحمان قال في الصفحة 86 قال وأما قوله ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من توسر قوله اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والإنبياء الذين من قبلي إلى آخره فالجواب إن هذا من نمط ما قبله وقد تقدم الكلام عن جنسه وفي سنده روح بن صلاح المصري ضعفه ابن عدي إذن كل تلاميذ سفيان الثوري الثقات ما رووا عن سفيان الثوري هذا الحديث إلا واحد ضعيف ضعفه ابن عدي قال وتصحيح الحاكم يعني تصحيح الحاكم لهذا الحديث الحاكم النيسابوري ليجدي شيئا وقد تقدم عن أهل العلم أنه لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من الأحاديث ضعيفة والمنكرة بل والموضوع جملة كثيرة وقد روى فيه لجماعة من المجروحين في كتابه في الضعفات فإذن هذا الحديث تفرد فيه راو ضعيف عن رجل مشهور يعني تخيل الآن يأتيك واحد في زماننا يعني كشخصية مشهورة الشيخ أبو سحاق الحويني ويقول كلاما لا تلاميذه ينقلونه لا المتابعين المعروفين له ينقلون هذا الكلام لا أبناؤه ينقلون هذا الكلام ينقله واحد مشكوك فيه فهل تقبل هذا الكلام عن شخص مشهور بهذه الشهرة وهناك ناس يهتمون بنقل أقواله لا تجدوا على صفحاته الرسمية لا في كتبه لا في كذا وينقله من واحد يعني فيه شك لا يقبل كل كلامه فهل نقبله وهل نصححه ونأخذ عنه ديننا طبعا لا وكذلك الأمر سفيان الثوري رحمة الله عليه كان من مشاهير المحدثين كان الناس يتناقلون حديثه ويقبلون على حديثه وكان الثقات يتتلمذون عليه ويأخذون هذا الحديث ويرونه للثقات فأتي واحد ضعيف يروي عنه روايا ما أحد رواها غيره هذا لا تقول الأكيد فيحتجون فيها في أصل الدينهم ثانيا هذا الرجل ليس يقول لك الوهابية سكتوا بالحي يعني أنت موافق على التوسل بالحي يسكت تقول الوهابية يسكت يسكت طيب من نفس الكتاب هنا يقول وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة ومن الأعمال الصالحة الدعاء إذن هم لا يقولون لا يوجد شيء اسم توسل لا يقولون التوسل حرام هم يقولون عن طريقة البدعية التي أنت تدعو بها واعتمدت فيها الآن أتيت بحديث ضعيف لتحتج به على بدعتك يقولون عنها أنها لا تجوز وليس عن التوسل طيب خذ هنا دا سيدنا النبي مش توسل بالأنبياء الأموات أو المنتقلين بس دا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توسل بكل أحد قال صلى الله عليه وسلم أنت بك توسل النبي صلى الله عليه وسلم بك أنت تقول بكل أحد توسل بأبي جهل أنت تقول بكل أحد كل أحد تشمل أبا جاهل وأبا لاهب فرعون وأنت كلكم من ضمن كل أحد توسل بكم النبي صلى الله عليه وسلم نكمل كلاما نرى أو كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج من البيت اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك هما السائلين دول أنبياء ولا أولية ولا شهداء ولا في المطلق في المطلق وتوسل بكل عبد يرفع يديه إلى السماء بل في الحديث في نفس الرواية كان يقول وبحق ممشايا هذا توسل النبي بالمكان الذي يسير فيه شوف الفهم نأتيك بالكتاب الذي فتحناه قبل قليل حتى لأنك تقول سكتوا ولهذا سأجيبك من الكتاب ولا عندي أجيب به بدون أو من مصادر أقدم حتى لكن المهم يقول الشيخ سليمان بن سحمان فتبين من كلام الشيخ أن السؤال بحق السائلين هو إجابتهم الله قال لا دعني أقرأ كلهم وبعده نشرح فتبين من كلام الشيخ أن السؤال بحق السائلين هو إجابتهم وسؤاله بحق الطائعين إثابتهم فيكون السائل بهذين سائلا بصفات الله فإن الإجابة والإنابة من أفعالهم فالله سبحانه وتعالى قال دعوني أستجب لكم فنحن بأنه الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه سيجيبنا فقلنا يا ربي نسألك بحق السائلين عليك هذا الحق هو أن يجيبنا سبحانه وتعالى فسألناه بهذا وهكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن شوف بقى يقول لك وبحق ممشايا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من دعائه يقول نعم بحق سائلين عليك وبحق ممشايا هذا ويقول لك بحق ممشايا يعني بحق الطريق يعني يسألوا بالطريق يسألوا بالتراب والزفت والكذا بالله هذه يفهمها عاقل بحق ممشايا يعني فعل المشي الذي أنا أمشيه وهو كان يدعو ذلك وهو ذهب إلى المسجد وذهب إلى المسجد طاعة فهذا توسل بطاعة كما تقول ربنا آمنا فاغفر لنا فأنت بذلك تذكر له طاعتك فتتوسل بذكر طاعتك لقبول لسماع دعائك واستجابتي فكذلك بحق ممشايا هذا تتوسل بفعلك الصالح وليس بالطريق بالله يشوف يعني واحد يدرس وما تدري عاد هذا الدكتور يمكن والله يمكن عنده شهاد الدكتورة شهادات الزور هذه التي يأخذونها ويجلسون في مثل هذه الأماكن يعلمون الناس مثل هذا الكلام ما يفهم أن ممشاي فكر الطريق فكر النبي صلى الله عليه وسلم أكرم البشر عليه الصلاة والسلام يتوسل بالزفت هذا الذي يمشي عليه بنعليه مو زفت هو به بالتراب هذا الذي يمشي عليه بنعليه يتوسل به إلى الله أسألك بحق التراب ما هذا يا رجل ألا تتقون الله الأزهر الذي يصدر مثل هؤلاء يدرس الناس متى يصلح متى يصلح متى يصدر الناس مؤهلين الناس عندهم فهم على الأقل يا أخي خلي عندهم أشياء مخالفة لن تتخلوا عن المخالفات العقدية ولن تتخلوا عن المخالفات الشرعية أنا أعرف ذلك إلا أن يشاء الله لكن أنا أقصد صدروا الناس يتكلمون بشيء ليس بهذه الدرجة من الانحطاط على الأقل ممشاي هذا يقول لك الطريق يعني بالله عليكم شوي ارتقوا بمؤسستكم احترموا عقول المستمعين الله المستعان الله المستعان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثمى وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون